بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل في هذه الحلقة نقدنا لكتاب ألم الإمام للسيد كمال الحيدري وقد تحدثنا في حلقات سابقة عن مشكلة الأبحاث العقيمة التي تدرس في الحوزة والمناهج غير العلمية التي تبحث في أمور كثيرة وهو ما ينتج اجترار وتكرار لكثير من الخرافات والأساطير المليئة في التراث الإسلامي وخصوصا التراث الشيعي والسيد كمال حيدري هو رجل محقق وباحث ومجتهد وناقد لكثير من الأمور وقد ألقى هذه المحاضرات قبل عدة سنوات ويقال أنه قد تراجع عن هذه الأفكار إلا أنه طبعها في كتاب حديث خلال الشهور الماضية طبعها في هذا الكتاب تحت عنوان علم الإمام ونحن سنناقش هذه الأفكار بغض النظر عما إذا كان السيد كمال حيدري يتبنىها الآن أو لا يتبنىها ليس هدفنا النقاش الشخصي أو الرد على شخص معين إنما على هذه الأفكار المغالية التي تصنع الفرقة بين المسلمين ونحن نهدف إلى توحيد المسلمين إن شاء الله وذلك بإزالة الخلافات الدخيلة والخرافات والأساطير التي تفرق بين الناس وبالتالي إعطاء صورة موضوعية وحقيقية ودقيقة عن أئمة أهل البيت من كان أئمة أهل البيت؟ أئمة أهل البيت علماء سهاد أبات ثوار كرماء ورفاء بالله كل هذا صحيح ولكن أن يجي واحد ويقول إن أئمة أهل البيت الاثنى عشر خصوصا يعني هؤلاء يوحى لهم وهؤلاء فوق الأنبياء وفوق الرسل معد النبي محمد ومن هذه الأقاويل والأساطير فهذا ما يعني يحدث شرخ بالحقيقة من يتبنى هذه الأفكار سوف يعتقد بأنه هو يعني مذهب خاص ويعتقد المسلمون وينظر له البقية الناس حتى الشيعة على أنه إنسان مغالي ومنحرف ربما يكفروه ويكفرون الشيعة من ورائه فلذلك نحن نحاول أن نرد على هذه الأفكار ونقول أن هذه الأفكار دخيلة وغير صحيحة وتحتاج إلى تحقيق وقد حقق فيها الألماء أنا أتعجب من السيد كمال حيدري الذي يأتي بهذه الأحاديث لكي يعزز نظريته هذه الأحاديث موجودة في الكافي وفي بصائر الدرجات قبل 1300 سنة وعلماء الشيعة حتى الأخباريين حققوا بهذه الروايات وقالوا أن معظم هذه الروايات ضعيف وموضوع أما سندما فيها وأما الغلات يروها وحتى لو ثبتت نسبتها للإمام الباكر والصادق نفترض حتى لو ثبتت نسبتها للإمام الباكر والصادق فيجب أن نتوقف عندها نعرضها على كتاب الله ونشوف هذه الأحاديث تنسجم مع القرآن الكريم أو لا تنسجم ونسأل الإمام الباكر أو الأمام الصادق هل هو نبي حتى نأخذ كلامه وحي منزل ونقول له أنت من أين جبت هذه الروايات من أين جبت الأحاديث وكما تلاحظون وسوف نقرأ بعضها كل إدعاءات نحن كذا نحن كذا نحن كذا طيب أنت كيف تربط نفسك بسلسلة الإمام ربط سلسلة الباكر بزي العبدين زي العبدين بالحسين ما موجود هذا الصلاة هذه ما موجود لا نوصية ولا ناس ولا أي شيء فكيف يجي واحد هو من سلالة النبي مثلا ومن سلالة الأمام علي ومرجع الآن في تعضو مثلا مرجع يجي يقول أنا عندي عم الأولين والآخرين ما نسأل أن أقول لأنت من وين قاعد تتكلم منين شفت الكلام هذا أنت منه حتى تتكلم أنت عالم صحيح على رأسنا وعلى أين وعلى رأسنا ولكن هذا كلامك كبير جدا فما يجوز نقبله من عندك كذلك ما يجوز نقبله من أي واحد بعد النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي وهذا القرآن دليل نبوتي أما بقية الناس عندما يدعون أشياء مثل النبوة وفوق النبوة فهل يجوز أن نصدقهم لأننا نعتقد مسبقا بأنهم شبه أنبياء مثلا لا يجب أن نعيد النظر في هذه المسألة من البداية أن من أنت حتى نقبل كلامك وهذا الكلام موافق للقرآن موافق للعقل موافق للألم والتاريخ أم لا كلام يصفت يعني ويروى هكذا وبالتالي يكون صورة هالة عظيمة حول أهل البيت وبالتالي أي واحد ينكر واحد من أدن يصبح كافر مثلا هكذا يقول المتطرفون الغلاد الآن نتوقف في هذه الحلقة مع الفصل الرابع من كتاب ألم الإمام للسيد كمال حيدري وأنوانه وسائل تحقق ألم الإمام كيف يعني الإمام يحصل على العلم ويقول في بداية هذا الفصل صفحة 1211 يقول تبين أنه ألم حضوري ألم الإمام يحصل أنه ألم حضوري هذا كما تحدثنا في الحلقة الماضية لا يحصل إلا من طريق المشاهدة القلبية لملكوتي وباطن الأشياء يعني مؤلم اكتسابي مو يتعلم في مدرسة وأبو يتعلم لا هو يتعلم من الله نحاول في هذا الفصل أن نجيب عن هذا التساؤل وهو ما هي وسائل وآليات حصول هذا النحو من الألمي للإمام ويقول الواقع هناك عدد وافر من النصوص الروائية هي مشكلته يشوف لك كم من الروايات خلص بعد أن يصدقها تماما في الوقت اللي بيحاجة إلى البحث والتحقيق والسند والمتن وكذا مو بسرعة إذا موجود روايات ثم ماذا يعني في كتب الغلاد حاولت أن تجيب على هذا التساؤل من خلال تعبيرات مختلفة وألسل متنوعة إلا أن الملفت في هذه النصوص أنها تحدثت عن تلك الوسائل والآليات بلغة الرمز والإشارة والتمثيل دون إعطاء تفصيل واضح عن حقيقتها هو أشناء عرف ما أدري بعدين ولعل سبب وراء ذلك بات واضحا بعد أن ثبته أن ما هي وحقيقة ألم الإمام إنما هو ألم حضوري يحصل من رؤية الملكوت وهو من الأمور الغيبية الباطنية التي لا يمكن أن تكون في متناول كل أحد وغير قابل للكسب والتعليم بالطرق المتعارفة وإنما هو ألم لدني لا يحصل إلا بتعليم إلهي مثل الأنبياء يعني صاحب الضبط ولكي تتضح هذه حقيقة الوسائل والآليات التي من خلالها يحصل هذا النحو من الألم لابدها من مقدمة لبلان كيفية حصول العلم عند الإنسان هذه حول الأنبياء وعلوم السابقين كيف تحسن نتجاوزها نجي إلى صفحة 214 214 ينقل عن السيد حيدر الآملي السيد حيدر الآملي أحد الصوفية القدماء أيضاً قائلاً أعلم أن العلوم كلها تنقسم إلى كسمين رسمي، اكتسابي، وإرثي، إلهي، إرثي عن من الله فالألم الرسمي، الاكتسابي، يكون بالتعليم الإنساني على التدريج مع نصب قوي وتعب شديد في مدة طويلة حتى واحد يصير عالم بينما العلم الإرثي الإلهي يكون تحصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج مرة واحدة يصبح واحد عالم بكل شيء ومع روح وراحة في مدة يسيرة وكل واحد منهما يحصل بدون الآخر وإليهما أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال العلم الإلمان، علم اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب وذلك هو العلم النافع هذا حديث ليس نقول صحيح وشن معناته وشن دلالته فالمهم يستدل به صفحة مئتين وعشرين عفوا، مئتين وخمسة عشر نعم، مئتين وخمسة عشر أقسام العلم اللدني يجي يكسب العلم اللدني اللي من الله مباشرة يحصل من غير واسطة وإنما يكون من الله مباشرة هذا واحد معناته وأخرى مع الواسطة واحد يجي بالعلم ملك أو شيء المؤرب يوحي له مباشرة أو يجي ملك أو نور أو كذا من قبيل يكسب العلم يجيب الآلوسي شنقان وفلان شنقان ما خاصنا فيهم كثير فأنواع العلم صفحة مئتين واتسوة عشر نوصل يعني أنا أختصر أنه بحث طويل وكلام طويل مئتين الروايات الواردة في بيان وسائل حصول علم الإمام إذن يقول التضحى أن تحصيل العلم يمكن أن يكون بنحوين أحدهما العلوم التي يمكن تحصيلها بطرق المألوفة والمتعارفة والثاني النحو الثاني الألم اللدني كما قال قبل قليل وهو علم لا يمكن تحصيله من خلال الألفاظ والمفاهيم لأنه نحو خاص من العلم خارج عن دائرة الإدراك الذهني الحصولي مئتين وعشرين يجيب روايات عن الإمام باكر وبقية الأمة علم أهل البيت عليهم السلام الملدني عن أبي حمزة الثمالي رأسا بدون سنت بدون شيء مريح نفسي حتى يرتب الموضوع كأنه ساعد على المنبر خطيب ليس دائرة درس في الحوزة خطباء يساعدون على المناظر الناس عوام جالسين ومختلف الفئات وكذا الخطيب يجيب بالحديث أو كذا بسرعة ويروح ومرأة سألت أحد الخطباء بعدما نزل من المنبر قلت لهذا الحديث أو هذه القصة من وين جبتها قال لي من بحار الأنوار قلت له من بحار الأنوار هو يقول لي يعني أنا محقق فيه انتغير تحقق وتدكق قال أنا أخباري مو شغلي هذا أنا أجي شموعي قبل البحارة أجي أقرأ على المنبر فواحد أستاذ في الحوزة لا يستطيع أن تتكلم مع طلابه بعدها تكتب تنشر وكتب بهذه الطريقة هذه يجب أن يحقق يدكق قبل أن ينشر أي شيء وكأنه فكر أهل البيت هذا أو فكر الشيعة مثلا عن أبي حفزة ثمالي منه؟ سرعة طفرنا لذاك الرجال سألته أبا عبد الله عليه السلام عن العلم أهو ألم يتعلمه العالم يعني أقصد من أئمة البيت من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه يعني عندكم كتب تقرؤوها وتتعلمون قال الأمر أعظم من ذلك وأوجب أما سمعت قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذه آية موجهة للنبي مموجهة للماء مصادق أوحينا إليك روحا من أمرنا فما يجوز القياس بهالسرعة ولا جعلنا للماء مصادق من النبي يعني النبي صار ثم قال أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية أيقرون أنه كان في حال ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني النبي فقلت لا أدري وجعلت في ذاك ما يقولون فقال لي بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان النبي محمد حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب فلما أوحاها إليه علم بها الألم والفهم وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء فإذا أعطاها عبدا علمه الفهم زين شنو ربط بالماء مصادق الآن هل هو عنده هيتش ألم خلو نشوف عن إبراهيم بن عمر قال قلت لي أبي عبد الله الصادق عليه السلام أخبرني عن العلم الذي تعلمونه نفس السؤال فقال الأمر أعظم من ذلك أما سمعت قول الله نفس الحديث هذا بإضافة أنه يعرض بنفسه عليه السلام يعني يقول أنا نفس الشيء يعرض بنفسه هذا من بصائر الدرجات الحديثة وعن عبد الله بن طلحة نفس السؤال ونفس الجواب قال يعني يجيب نفس يكرر روايات متعددة نفس المضمون ثم يجي إلى حقيقة الروح التي هي مع أعمة أهل البيت شنو هاي الروح اللي يعدهم واللي تعطيهم العلم وها أيضا نفس المنطق ونفس الطريقة بالكلام استفاضت النصوص الروائية التي تحدثت عن الروح أما شنو استفاضت شنو تواترت شنو كذا جيب لي روايات الصحيحة مو جيب لي روايات كومت روايات حتى قدامي مبينة حقيقتها ودورها ومراتبها لذا سنحاول الوقوف على أهم الروايات الواردة في هذا المجال عن أبا مسكان كلنا بدون بحث يعني يسألونك عن سألته أبا عبد الله ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي قال خلق أعظم من جبرايل وميكائيل وهو من الملكوت هذا الروح فالشي ثاني غير جبرايل وغير ميكائيل مئتين وسبعة وعشرين خلنا نروح هذا جيب روايات نفس المضمون هذا مئتين وسبعة وعشرين أنا أختصلا في روايات مكررة بنفس المضمون هذا نعم يقول أن محمد بن سنان هو هذا من لغلات أيضا والضعاف عن المفضل بن عمر رئيس الفقل المفوضية المفوضة المفضلية أيضا تسمى يقول سألته عن ألم الإيمان عن الصادق بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستره هذا شنو عنده يعني شنو يألم كل ما يجري بالأرض فقال يا مفضل أن الله تبالك وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وآله خمسة أرواح روح الحياة فبه دب ودرج وروح القوة فبه نهض وجاهد وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال وروح الإيمان فبه آمن وعدل وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبي انتكل روح القدس فصار إلى الإيمان هذا روح النبوة مع النبي محمد انتكل إلى الإيمان وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو فبس هذا الإيمان بعد نفس الشيء صار طبت فيه الروحي تنتكل فيه يعني والأربعة أرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو وروح القدس كان يرى به فصار هذا أحد الغلاد ورواية وكلها غلوب والسيد كمال حيدري وكلها في كتابه أيضا عن عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله عز وجل وكذلك أوحينا عليك روحا من رب من أمرنا قال منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد ما صعد إلى السماء وإنه لفينا هاي الروح اللي نزلت على نبي محمد بالنبوة هاي موجودة عندنا داخل في نفوسنا يعني عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال سألته الصادق نفس السؤال هذا قال هذا خلق أعظم من جبرايل وميكائيل ولم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد وهو مع الأئمة يسددهم وليس كل ما طلب وجد طلب وجد في إضافة الحديث هذا أيضا حديث آخر عن محمد بن مسلم ويقول نفس الكلام وهو مع الأئمة من بعده روح النبوة روح القدس جاء مع الأئمة هذه النصوص سيد كمان أحيدر يقول وعشرات مثلها تجتمل على الحقائق التالية شلون صارت حقيقة يا سيد هذه أساطير وخرافات هذه أكاذيب من الغلات شلون سود حقائق تالية إن الأنبياء والأوصياء طبقوا مع بعض الآن جعل فيهم خمسة أرواح نفس الشيء الأنبياء صارت مثل الأوصياء الأوصياء مثل الأنبياء إن الأنبياء والأوصياء جميعا مؤيدون ومسددون بروح القدس إن الروح القدس خلق من خلق الله أعظم من جبرايل وميكايل إن هذه الروح من عالم الملكوت إنه سبب علمهم بكل شيء ومنه ملكوت السماوات والأرض إنه كان مع رسول الله هذا الروح القدس خاصة وهو مع العمتي عليهم السلام من بعده شوفوا شلون كلام صار ما عندنا فرق بين الأئمة وبين النبي صاروا أنبياء يعني وهذا قول بفرقة من الشيعة هذه الأيام بفرقة من حرفة قالت بهذا القول العظيم نجي إلى 237 أنا أختصر الكلام لأنه وقت ما عندنا طويل بالحقيقة وهو كل حديث وكل رواية تحتاج إلى نقاش الإمام يسمعه في بطن أمه بعدما الإمام مو لما يصير إمام مبالغ ويأخذ الإمام من أبيه فيجي لعلم لا هو من بطن أمه يجي لعلم عن محمد بن مروان حديث مضحكة حقيقة وحديث يعني مسيء جدا للشيعة وتشيئ عن محمد بن مروان قال أبو جعفر الباكر إذا دخل أحدكم على الإمام فلينظر ما يتكلم به فإن الإمام يسمع الكلام في بطن أمه دير بالكم أنا أدي مخابرات قوية جدا فإذا هي وضعته سطع له نور ساطع إلى السماء وسقط وفي عضده الأيمن مكتوب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فإذا هو تكلم رفع الله له عمودا يشرف به على أهل الأرض يعلم أعمالهم يعلم به أعمالهم زي ليش لعذن الشيعة وأبناء الأم ولا أم أنفسهم ما كان يعرفونهم أم ما كان أقرأوا التاريخ الشيعة جيدا شوفوا بعض الأيمن بنفسهم ما كان يعرفون مثلا الحسن العسكري أجيب لكم مثل على أساس الإمام الهادي أوصى إلاس المحمد هذا المدفون في بلع أن يكون بعدي إمام بعدين توفى قال للحسن العسكري يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمره أنت أنصرت إمام ما كان يعرف نفسه وقبل إمام بعدين لمن مات أخوه قد هو أعرف صار إمام أو موسى بن جعفر بعد وفاة أخيه عبد الله الأفطح ما كان يعرف نفسه إمام ولا أدعى الإمامة أيضا والشيعة كلهم كانوا دائما يناقشون من هو الإمام شوان يعرف الإمام ويختلفون بعد وفاة كل الإمام إلى أدة فرق حسب أولاده وحسب كذا أنه هذا الإمام لذاك الإمام والنزاعات والصراعات التي كانت موجودة بين أبناء الإمامة حول الإمامة زر إذا وكتب على ساعة هذه الأيمن هذا قرآن يشوفوا ويعرفوا من أول يوم وبعدين شلون من بطن أمه يعرف هو نيو محمد ما كان يعرف شي شي ولم يدعي هذا الكلام ولكن هؤلاء الغلاط يقولون إفكا عظيمة في الحقيقة ويتكلمون بما يشاءون وينسبوا الإمام باكر وأنا أجل الإمام باكر عن هكذا أقوال حقيقتهم ورواية أخرى عن الصادر عن محمد بن مروان نفسه هذا شوفوا يروي عن الباكر ويروي عن الصادر إن الإمام يسمع الصوت في بطن أمه فإذا بلغ أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن كذا الآية هذه فإذا وضعته سطع له نور في الآية الأولى في الحديث السابر فإذا هي وضعته يقول فإن الإمام يتكلم فإذا هي وضعته وبعدين يكتب على أو وجده مكتوبا على جزب الأيمن هذا لا في بطن أمه في شهر الرابع منو قال له كيف أعرفت أنه في شهر الرابع أكتب مو شهر الخامس مثلا مو شهر السادس وبين الكتابة منو قراها منو شافها منو بالتاريخ ذبتها شي مجرد روايات واحد يصفتها أصبح حقائق حقائق التالية يقول عن يونس بن ضبيان قال أن الإمام يسمع الصوت في بطن أمه فإذا ولد خط على منكبه بعد ما يولد فإذا ولد خط على منكبه مو على أضوذ الأيمن لا على منكب ثم قال هكذا بيده وتمت كلمة ربك سيد كرم وعد وجعل له في كل قرية عمود من نور مثل اليافة الضوئية أو انترنت ما عرف شنو في كل قرية عمود من نور يرى به ما يعمل أهلها فيها يطلع عنده على المواب ليشوف العالم كل كاميرات قد عمى مصورها يعني فهذه شون يصدقها ما عرف ستاد في الحوزة ومحقق ومشتهد وباحث إذا هذا يصدق الأحاديث بقيت الناس شنقول عنه الشيخ الوحيد الخراساني شو يقول عنه واذاك التبريز شو يقول عنه واذاك الناس اللي عايشين بالخرافات والأساطير شو يقول عنهم إذا واحد باحث ومحقق حقيقة ويجي يصفط الروايات وكوومها ويروح قبل وبعد يقول صفحة 39 مو فقط أنه يجي ألم وكذا لا يقول أنه أنا أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول أنه لنزداد في الليل والنهار ألم يومية يجينا دائما مستمر مو فقط نقرأ ونكتب ويجينا واحي وكذا لا ولو لم نزد لن نفد ما عندنا إذا ما علمنا يزداد كل يوم كان خلص العلم معنا زواني والعلم ما لهم حتى يزداد وينقص كلها أربع خمس مسائر فقهية ما أكثر ما جاينا شيء من عيمة البيت لا جاينا تفسير قرآن ولا جاينا علوم فلكية ولا علوم فيزيائية ولا كيميائية ولا أي شيء هي مجرد بعض الروايات حول المسائر الفقهية فقط وهي بضعة عشر مسألة مو أكثر الدين نفسه موجود زمننا يمحمد ما متغير لا زايد ولا ناقص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وخنص فيه ما لا روحوا بها شكتردون يعني يجي واحد يقول لا يوم هي علمنا دائما يجي يعني واحي دائما قال أبو بصير جعلت في ذاك من يأتيكم به هذا العلم من ينجيبوا أنتم من يجيبكم إياه قال عليه السلام إن منا من أهل البيت يعني إن من من يعاين يشوف الملك وإن منا لمن ينقر في قلبه كيت وكيت قال لي مش ينقر في قلبه ومن من يسمع بأذنه وقعا كوقع السلسلة في الطشت وهذا نفس الحديث جاء عن نبي محمد أن محمد كان الوحي ما لا ينزل بهذه الطرق هذه إما الوحي للقلب وإما بالنقر بالأذان أو الأسماع يعني وهذا يجيب على أمه طبق عليهم نفس كياس باطل يعني فقلتوا من الذي يأتيكم بذلك من هذا يجي ينقر بقلبكم فقال خلق لله أعظم من جبرائيل وميكائيل يعلك السيد كمان على هالأحاديث كلها فهذا النص وأضح الدلالة أن روح القدس إنما يفيض العلوم والمعارف من خلال آليات محددة من هنا لابد من وقوف على تلك الآليات تستشلون جبرائيل أو روح القدس دي يطل العلم للأئمة ويجيب ثلاث أربع أشياء ثلاث أشياء أولا أنهم محدثون الآئمة محدثون ملاكة حدثهم عن محمد بن إسماعيل قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول الآئمة علماء صادقون مفهمون محدثون وعن أبي جعفر الثاني أن أمير المؤمنين قال لابن عباس إن ليلة القدر في كل سنة وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة ولذلك الأمر ولات بعد رسول الله فقال ابن عباس منهم قال أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون هي نظرية الثاني عشرية ما كانت موجودة خلال عهد الأئمة كلهم إنما اختلقت بعد مئة سنة من وفاة الإمام العسكري صارت الفرقة الثاني عشرية في القرن الرابع والخامس هذا الحديث مركبيها الجماعة وسواء عن أمير المؤمنين وعن ابن عباس وعن فلان أنه قال أنا واحد عشر من صلبي أئمة المحدثون شوفوا الكذب شون يطلع وعن ابن أذينة عن زرارة سمعت أبا جعفر الباكر يقول الاثنى عشر الإمام من آل محمد كلهم محدث من ولدي رسول الله من ولدي علي فرسول الله وعلي هما الوالدان شلو محدث هذا صار تركيب تركيب من إنتاج القرن الرابع شلون العلب يجعلها تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء هذا تاريخ الإنتاج في القرن الرابع الهجري ويجي أيضا على فاطمة أيضا سمعت أبا عبد الله يقول الصادق إنما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم ابنة أمران مريم بنت أمران في القرآن موجودة قصة مالتها ما يمكن نحن نقيس عليها أي قصة أخرى أو أي واحد آخر والله هذه مثل ذيك الملائكة كانت تناديها وتكلم معها لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت أمران فتقول يا فاطمة إن الله استفاكي وطهركي واستفاكي على نساء العالمين يا فاطمة أقنتي لربك يواجدي واركاعي مع راك نفس الآيات ما السيدة مريم مركبية على سيدة فاطمة الزهراء فتحدثهم ويحدثونها فقالت لهم ذات ليلة أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت أمران هي فاطمة محتجت لما الملائكة قالوا لهم أنت هالشيك قالوا يا عائش أنت تقولون أنت مريم كانت هي المفضلة على نساء العالمين فقالوا أن مريم كانت سيدة نساء عالمها وأن الله عز وجل جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين يعني الكلام ما علي قمرك ما تقولون قولوا ويجيب يستشل بكلام الشيخ الأميني في الغدير أصفقت الأمة الإسلامية على أن في هذه الأمة كما في الأمة السابقة محدثين وقد أخبر بذلك النبي كما ورد في الصحاح والمسانيد من طرق الفريقين أن الأمة محدثين وفيها في الأمة الإسلامية محدثين بيدة أن الخلاف في تشخيصه فالشيعة ترى علي أمير المؤمنين وأولاده هذا الأميني أبو الغدير يقول ترى أن الشيعة الغلاة مو شيعة وإنها حديث مو معقولة ولا مقبولة من المحدثين وأهل السنة يرون غير ذلك هي أكو حديث بالبخارية عن عمر بخطاب أنه محدث وهذا ما أعتقد يعني يؤمنون بي ويؤمنون معذري وهذا الوصف ليس من خاصة منصبهم ولا ينحصر بهم بل كانت الصديقة محدثة وسلمان الفارسي محدث نعم كل الأم من الأتر الطاهرة محدثون وليس كل محدث بإمام سلمان فارسي محدث إذا قلنا محدث صار إمام قال لا هذا مو إمام خلق طلعوا على صفحة إذن هذا الطريق الأول سألته أبا عبد الله عن النبي والمحدث شون الفرق بناتهم يقول عبد الله بن بكير عن زرارة سألته أبا عبد الله الصادق عن الرسول والنبي وعن المحدث فقال الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربه شوفه بعينه يقول يأمرك كذا وكذا والرسول يكون نبيا مع الرسالة والنبي لا يؤاين الملك ينزل عليه النبأ على قلبه فيكون كالمغمى عليه فيرى في منامه قلت فما علمه أن الذي رأى في منامه حق قال يثبته الله حتى يعلم أن ذلك حق ولا يعاين الملك والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى شاهد يسمع صوت فقط لا يشوف أحد ولا ينزل على قلبه ويقرأون هذه الآية عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث في إضافة عليه قلت جعلت في ذاك ليست هذه قراءتنا فما الرسول والنبي المحدث يعني جبت محدث فوقها ما موجود بالقرآن قال الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه والنبي هو الذي يرى في منامه وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة قلت أصلحك الله كيف يعلم أن الذي رأى في النوم حق وأنه من الملك بك شيطان جاي شو بدرينا شو لتكلمويا قال يوفق لذلك حتى يعرفه لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء وحديث من القبيل لأنه كان نبين وهم محدثون حديث كثيرة بالحقيقة بس كلها يعني منتقدة ومحكوم عليها بالضعف والوضع ولكن هنا البحث الألمي منهج البحث الألمي يتغافل عن كل الأشياء فيصفت الروايات كما يشاء وبدون نتيجة بحث عقيم هنا المصيبة وأيضا يقول صفحة 247 الطريقة الثانية أنهم ملهمون هذا الطريقة الأول اللي يحصل به علم العلمة أنه ملاك تحدثهم أو يسمعون أو شيء الطريقة الثانية أنهم ملهمون إلهام يجيهم وألهمه لألمة إلهامة أن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه وينابيع الحكمة وألهمه لألمة إلهامة فلم يعي بعده بجواب يعي يعني ما يتعب ما يعجز ولا يحير فيه عن الصواب هاي الطريقة الثانية الطريقة الثالث أيضا يقول الروايات كثيرة يجيب طبعا عن الصادق عن أبي عبد الله الصادق قال قلت له أخبرني عن الإمام إذا سئل كيف يجيب فقال إلهام وسماء وربما كان جميعا وأيضا جواب آخر قال يكون سماء ويكون إلهام ويكونان معا هذا الإلهام الطريقة الثالث أن علمهم بواسطة القذف والنقر في القلوب والأسماء نعم إنه ينقر وينكد في آذاننا وقلوبنا فإذا نكت أو نكر نطقنا وإذا أمسك عنا أمسكنا وأما النكت في القلوب فإلهام وأما النقر في الأسماء فأمر الملك تكلموا إياه هاي شوفوا الخلاصة أنه الإمام يسمع في وطن أمة ويجي علم كذا ويجي يطلع لنور عمود من نور والملائكة تحدثة والملائكة تحكي بإذنه ويسمع هاي الخرافات الغلاة الخلاصة يقدم أن حصول الألم لدي الإنسان يتحقق بطريقين الطريق الأول التعلم الإنساني الطريق الثاني التعلم الرباني الألم اللدني أقسام الألم اللدني الحاصل من الله تعالى مباشرة أو الحاصل بواسطة أن ألم أهل البيت من الألم اللدني الحاصل من الله تعالى بواسطة روح القدس وطرق آليات ووسائل تحقق الألم تحديث الملائكة لهم الإلهام القذف والنقر في القلوب والأسماء إذا كان السيد كمال حيدري قد سخف كل هذا الكلام وتراجع عنه وانتقده فأرجو أن يخبرنا في مقابلة في محاضرة في كلام في كتاب جديد يقول أنا بريء من هذا الكلام كله وأتمنى في الحقيقة أن ينبري السيد كمال اللي أنا كنت أعمل فيه ولا أعزال أنه يعني يبدأ ويجتهد ويجدد وينتقد هذا التراث لا أن يكرر هذا التراث ويكومه هاك تكويم يعني بدون تحقيق بدون بحث بدون نظر بدون مقارنة مع القرآن بدون أي شيء بدون يجيب حتى يكون في النظرية وبعدين دعنا أخبرنا ماذا نتيجة هذا الكلام كله ضيعنا وقتكم الآن أنا ضيعت وقتكم حقيقتاً وضيعت وقتي كمآن ضيع وقته ووقت طلاب في الحوزة في أبحاث عقيمة أبحاث عقيمة تضر لا تسمن ولا تغني من جوع ما بيها أي ثمرة ما بيها أي فاعدة وين العلم بالنتيجة هذا العلم اللي كان قبل 1400 سنة كان بعض العلم ما عدوهم مشكلة العلم كانوا أنبياء وين رسالتهم وين كلامهم شنو عدوهم شي جديد إضافي على رسالة النبي محمد على القرآن الكريم ما عدوهم شي آخر فهذا كل الكلام مثل عبثي وهراء حقيقة ما في أي فائدة ولكن في ضرر واحد أنه يخلق تطرف عن بعض الناس اللي يؤمنون بهالكلام وشنو ينظرون لأمة نظرة مثل الأنبياء وبالتالي لو جبت اسم الإمام وما قلت عليه السلام فأنت أكفرت فعلا أنا مرة كتبت مقالة ما كتبت عليه السلام الشيخ هناك كان في لندن توفى رحمة الله عليه شلون أنت تكتب مقالة وما تجب اسم الإمام عليه السلام مثلا عنده هالفة قضية صير يعني وهذا يولد التطرف والعنف في المجتمع وهدفنا من هذا الحديث هو مكافحة هذه الخرافات والأساطير من أجل توحيد الأمة الإسلامية لأن التوحيد لا يمكن من يؤمن مع هذه الخرافات بهذه الخرافات والأساطير أساطير الغلاد والمنحرفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا